مساء الفل والياسمين على عيونكم الحلوين معاكم مبخ سوبر ماما حصري كيكاة جامدة قوي مش هتلاقوها غير عندي انا بس بسوا كيكاة دي انا نزلتها ودي بقى انا لسه هنزلها دي بازن الله تابعوني بقى عشان تشوفوه والبطل الوحش ده معانا احنا النهاردة الالوان الجميلة دي هنعملها النهاردة بقى مع مبخ سوبر ماما حاجة كده ايه الوان التف تبهر الولاد وتبهر كل اللي خش عندك ممكن تعمليها في عيد ميلاد او في اي منازلة هتفرحي بيها خطيبك ومامتك وبباكي وحبيبك وحمانتك وصحابك كمان وسيبك من ده كله انت ذات نفسك هتبقي فرحانة ان انت عملت الكيكاة الحلوة دي حاجة كده ايه روعة ومنتهى الجمال بص الجمال والشياكة والحلاوة معكم مبخ سوبر ماما با يلا عمله اشتراك ولايك وهوريكو كل التاكات متاعتها اللي تطلع معاكم بالقلوان الجميلة دي هتخسروا حاجة بكوباية لبن رايب بصوا الجمال بصوا حبيبي حشة بقى وشكلها طحفة دي قطعة انا مقطعها شرايح وسايبة منها قطعة عشان اورها لكم بص برضو هقطعها كده شرايح يلا بينا بقى بصوا بقى الدول هنا معانا كوبايتين دقيق وثلاث بيضات وكوباية سكر كوباية لبن رايب وفانيليا ودول ثلاثة الوان طعام ومعانا كمان بوكم بودر بصوا بقى اللبن رايب مفروض هكبه او اعملو جبنة هتختاري ثلاثة الوان من اي لون انت عايزة وهتنخل دي كويس هنحط بقى اللبن الرايب على البيض وهناخد كل دول السويل معانا هنحطهم في الخلاط ومعانا كمان كوباية لربع زيت هنحط معلقة بوكم بودر على دي وهننخله كويس وهناخد السويل دي كلها دلوقتي هنحطها في الخلاط معانا كوباية لربع زي ما نقلت لكم زيت حبيبي ومعانا الفانيليا وكوباية السكر بصوا انا بحط بقى كوباية ونصف سكر اه وهنا معانا هنحتاج كمان معلقة ايه خلي ابيض هتكونوا محضرينو كده انا ضربت بقى السويل كلها في الخلاط اه كوباية ونصف سكر وكوباية لربع زيت وطلب بضات وكوباية اللبن الرايب ما عنديكيش لبن رايب ممكن تحطش بقى دلو مية او لبن مش شرط يعني الموجود عندك هتستخدميه اي حاجة موجودة المهم ان احنا ايه نعمل اللي احنا نفسنا فيه هنضرب بقى كل ده في الخلاط كويس وحنكونوا ايه نخلين دي كويس وحنحطوهم على بعض ونكبوهم كده ايه من فوق دي احسن وسيلة حبيبي ان تطلع معاكو هشة وجميلة عايز ان تضربوهم في الخلاط كلهم براحتكو بس دي افضل هنفضل بقى نقلب فيه كويس لحد ما يدوب يدوب تماما معايا الدقيق ما بقاش فيه ولا كولكيعة ولا حاجة ايه 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 ماسقى في بعض كده تحس ان هي ايه كريمي خالص وهم خطوة في الخطوات دي ان انت ما ترجعيش بالمضرة بالعكس دايما تمشي زي ما انت ايه يعني تمشي يمين يبقى يمين زي ما انت هتضربيهم بقى كويس لحد ما يبقى كويس معاكو خالص هنحط معلقة الخل هتعملي بقى كيكا جمدة قوي حلوة قوي وشكلها جديد وهقولكو على كل الحاجات اللي ايه من قد تقع معاكو فيها اهم حاجة ان احنا نضرب كويس كده لحد ما تبقى ايه سايبة معايا خالص يلا يا بنات احنا قلنا ايه كبار شطرين وصغيرين كمان هيبقوا شطرين بس ما فيش منع برضك الكبار هيشوفو الكيكايا دي هيعجبهم وهيحب يجربوها مين قلبه جامد واللي يابوه سعيدي ايه ما يخافش هيخش يعمل معايا الكيكايا الجامدة دي حلوة قوي عايز اقولكو روعة وبعدين تجديد الناس اللي بتحب القديمة زي ما هي تجدد والناس اللي ايه بتحب الحاجات المترقعة تيجي بقى وانا اقول لها قد انا هترقحها خالص معايا حاجة كده ايه وضيعة عندي حاجات حلوة قويامة هندرب بقى كده لحد ما ايه تدوب معايا خالص دوب 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 اهي بصوا السمكة عاملين ازاي حبيبي السمك ده بت معايا خالص هنا بقى هنكبوهم على ثلاث كميات زي ما انتو شايفين كده يا امر انتو هي هنحط نقطة ونقلب بصوا ما تقطروش ما قوعد تطلق بطي وتقوم يكبو مرة واحدة لأ هتحطي حبة حبة لحد ما تعملين اللون اللي انت عايزي العلبة دي بخمسة والكيس اللي انتو شفتوه بالتلاثة باتنين جنيه هاتي على قد ايدك وما ترموهوش خليوا بقى وخليكم عملوا بقى اشتركوا لايك عشان اقول لكم هتعملوا ايه بقى بيهم تاني تجديد كده وهنغير هنحط بقى نقطة بردك هنا وهنقلبها بص انا ما هقلبها بردك بعد كده بس عشان الوقت هقلبها مع نفسي هتدوي بيها خالص بص المفروض ان ده اصفر بصوا قلب ايه بقى اقدر خلي بالكم لما تروحوا تجيبوا الالوان تقولولو الالوان اللي انتو عايزينها بالزبط عشان احيانا اللون بيقلب عايزين تعملوها على اربعة براحتكم بس هي فضل تلاتة علشان تطلع معيكو حلو عشان الالوان ما تخشش في بعض هتقلبوه بقى كويس قوي وزي ما قلتلكو حتى لو ايديكو توسخة حبيبي ما ما تخافوش هتشتفوها هتطلع معكو على طول دي الوان طعام صحية مش مضرة ابدا مش هدركو وانا دايما بحب اجرب الحاجة ولو طلعت كويسة معي بنزلها لو عجبتني دي ان الحاجة دي في الاخير في وشي بص بردو بايدك كده بتضربي بردو ما بتليفيش العكس زي ما انتي كنت شغالها في الاول هتشتغلي نفس الاتجاه عشان الهوى اللي انحنا دخلناه في الخلاط والضرب بعد كده ما يطلعش منه يبقى معيه كويس كده احنا دخلنا كزا حاجة ان هي تبقى ايه عالية بصوا حبيبي لو انتو عايزانها مسكرة با كباية ونص اللي هي مش مسكرة قوي مزبوطة لو اللي هي اقلم السكر العادي با كباية ودايبا الكبات تبقى مقادير واحد كل واحد هتطلع معيك وزا العزب بازن الله هنا خلص انا خلصت بقى هقسمهم وكون محضرة صانية دهنها زيت كل ما تزغري في الصانية كل ما تطلع معيك عالية لانك بيتقلل المساحة فبيطلع العلو فوق يفضل دي اصغر صانية عندي هنحط اول حاجة بقى زي ما انتو شايفين وهنحط لازم تقسمي تلات الوان قد بعض علشان ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية لون اكتر من لون حاولي على قد ما تقدر وهي دي نازلنا باللون الاصفر الجميل الوان الطيف بصوا كمان واللون التالت همان عليكم تعملوا لايك بقى واشتراك عندي يلا بقى شجعوني بالكيكة الجاملة دي عايزة الكيكايا دي توصل ايه كده عشرة مليون يا سلام يا سلام ربنا يخليكو لي يا رب كل اللي هيحط اللايك السنة دي يا رب جعلها سنة سعيدة عليه وعلينا كلنا ويشيل عننا الاوباء ايه رأيكم بقى على رأي ابني ماما الله دي شاهية شاهية الكارتون بقى ايه عمله مع الولاد وطبعا الولاد كلها بتحب الالوان ايه بقى الحلوة دي وعلى رأي مامتي برضك العين اللي بتاكل قبل البق لما تعملي حاجة حلوة كده طبعا هتفتحي نفس ولادك وحبيبك الله عجامل اللي انت عمليه هتبهيري حق كل اللي حوالي منك بس برضو قدوسوا لايك ان شاء الله ربنا يسعد الجميع ويجعلها سنة كلها الوان حلوة كده علينا بس مش مفاش الوان غمقى كلها تبقى الوان فتحة قولوا يا رب ويدي كل واحد اللي نفسه فيه اللهم امين يا رب يخليكو لي يا رب وتشجعوني دايما وتقفوا في ظهري بصوا بقى الالوان دي مش هترموها هتخلوها وغلاسة يعني هتعملوه اشتراك ولايك وهتكملوه معي وهوريكو بقيت كل الحاجات اللي عندي عندي حاجات جمدة قوي مترقعة مين بيحب المترقعة هي مش بترقعة وحش على فكرة بتعملوها وهتعجبكم بازني لو لو ما عجبتكمش بعتوها لي وانا هاكلها بس ما تنسوش كوباية الشاي او كوباية الشاي بلباب بقى الف هانا شايفة على قلوبكم يا رب زي ما قلتلكو هتعملوه كل الكميات قد بعض وتحاولوه على قد الكمية بازي بعض واهم حاجة في الخطوة دي حبيبي ان انتو متعوجوش الصينية علشان ما يميلش فهتطلع معيكو مش مزبوطة دايما الصينية تبقى محطوطة على رخامة او حاجة متسوية هتجيبوا سلاية او ابرة لو ما عندي كيش لازم تتصرى فيها اي حاجة البنات الزغيرين حبيبي اللي لسه زغنانين دول هنتصرى في اي حاجة الكبار انا عارفة شطرين ما فيش حاجة هتقف في قديهم ابدا صحة ولا ايه ابرة معلقة شوكة خشبة اي حاجة عندي خشبة كفتة اي حاجة اي حاجة هنقسمها بقى كده هوت عشان تدي شكل ومنظر وحتطلع معيكو زي عسل باذن الله هتحطيها بقى في الفرن في النص هتكون النار عالية وبعد كده ايه اول ما تحس ان هي ايه قربت تستوي شوية هتقوم ممطية عليها شوية وتسيبها بقى برحيطة حاجة هتطلع معيكو زي العسل باذن الله بص بقى طلعت معي ماخدتش وقت ازاي وانتو معي جميلة وهشة وطرية وكل الحاجات الحلوة فيها عايز اقولكو الكاميرا كمان ظلموها بجد والله شكلها طحفة في الحقيقة احلى من كده انا زي ما قلت لكم ما قطعتهاش بحبها ايه انا قطعتها كده بس عشان اورها لكم بس انا بحب قطعها رفية عشان تطلع زي عشان شكلها حل ومنظرها حل وتطلع معيكو شي كده وحلوة قطعها رفية هتفضل افضل معيكو كيكاية من الافضل ان هي تتقطع بالمنظر الرفية عدا بصوا بقى منظرها عامل ازاي حبيبي حاجة كده هتبهر كل اللي عندك في البيت بازن الله هتعجبهم قوي مين هيدوق مين اكيد كله عايز يدوق بقالفة انا وشافة على قلوبكو على قلوبك انا ولادي قلبي انا ولادي يا رب يلا ما تنسونيش بشتركوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يصل لكم كل جديد وما ترموش بقى ايه الالوان خليكو معايا هنعمل مهرجانات بازن الله مع بعض حلوة قوي هنزلكو الكيكة التانية في اخر الفيديو اللي هي الطايجر واللي بالاناناس انا هنزلها لكم بازن الله تاي pancakes يلا بقى اتابعوني عشان اورآها لكم اامانة عليكم متنسوا اللايك يلا بقى اشجروا يلا بقى انا اسكندرانية مين بقى من اسكندرية هيعمل اشتركوا لايك يلا شجعوني واللي برا اسكندرية هيشجعني بازن الله اكيد عجبتكم صح اللي عجبتو يلا تعمل اشتركوا لايك ربنا يخليه كوليا